السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتراك على هذا البرنامج القيمة دكتور وهي استصال امرك انا عيدتك على واحد الاخ ديالي معاق جسديا وعنده تلسة ديالي بنيتات واحدة مرض الصغيرة واخراء صغيرة وفي ذا البنية واحدة الفكينة يا الله والدة ودفع عنده اعطاوه واحد هو من ضمن الناس اللي عندهم دار مؤهل للسقوط في المدينة القديمة ودفع اعطاوه اخويا واحد استفادة في ديول ديال زيادة ديال محمدية وهذا استفادة مقابل ديال عشرة الميون ومصارف ديال توطيق نعم اخويا فهدي ضغفة عام باش اعطاوه هاد استفادة وانا اخويا تانايا ما عنده لحني الله رحيم الا انا اخطو انا الاخت دياله انا اللي كمشي نجريلي في هذا هذا مشيت اخويا طرقت جميع الابواب مشيت الوزارة التضامن مشيت الوزارة الداخلية مجلس المدينة صفت رسالة السيد الوالي المحترم مشيت اخويا للعمالة كل شيء يقول لك خاص تمشي المركز المحلي ديالك تمشي الولاية العمالة هادو هم اللي يخصم غادي يفكول لك هاد المشكل غادي شوفين عام قدم ديالكم كمشيت هادشي كل شيء تساوي عام الايام وانا كنجريه واجهوك اخويا عام عام وانا كنجري مؤخرا مشيت الوزارة ديالي المقاطعة عنده نقدم على انها تصاب بطاقة دياله غادي اذا بهاك اتفاجأ كيقول لك هاد الاخ ديالك يجي عندنا المقاطعة هنا باش يسيني لواحد الواقع قلت يا اخويا ديالا شاد الواقع قل لها عند عاطينه الاجد ديال عشرية مجاش تسلم الشوقة دياله ما خلصهاش اما غادي جي خلصها اما غادي نحيده هالي ما نقول شي كان اخويا مريضة بمرض القلب اقسمو لك يمينة وانا مكن ناش مكن ناش ما عافت لحني اللحن فين غادي نتقدم فين غادي نجي فين غادي نجي ما عرفتش ما عرفش اسني فين غادي نجي ولا فين غادي نجي هو اخ ديالي عنده رجل بيوته هو لي حاضنه فاش ميبقاش هاد السيد دابي لما خلصه واشي تفرد انشي الظن فين غادي نشي وابني يا سيد بتجيك بنيت اخر البنت عنده احدى مريضة اضمارد ساعة قبل انك يروح بكتورة وابو جزا بيخز خير الجزا كانت مقابلة فموري يزجو ده صالك بنيدي انا هيني مقابلة علينا وده بعد السيد وده مش كل غادي قابله ومش كل غادي فين غادي يمشي فين فين غادي حيده لا باس فين غادي يمشي لا اله الا الله لا اله انا سيد امتعار حس ما عرفش اسراتي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله يلطف يا ربي شكرا لك لخديجة شكرا لك على التواصل ديالك وهذا مشكل اللي هو كبير متواجد في عدة مناطق خصوصا بعض الاقاليم اللي عندها مدن عتيقة وايلة للسقوط منها مدينة الدار البيضاء كما معروف فيها واحدة منطقة كبيرة مدينة عتيقة اللي عندها عبق تاريخ اللي هي اللي هي كتحمل عدة مآثر تاريخية رائدة لكن في الهامش ديالها هناك فعلا دور ايلة السقوط تلاشت بفعل قدم وتواري السنين الطويلة وكالقوا ناس الدولة كتقول لهم بان اللي بغي يستفد من شقة شقة كتدير خمسة وعشرين مليون لكن هو الاستفادة كيحسبولي الدولة بعشرة مليونونس ناس اللي هم هيا عندهم القدرة المالية راك يخلص وكي تسلم المفاتيح للشقة في الحال اللي هو ما عندوش الفلوس راك يكون مضطر انه كين تضم في اي بنك مؤسسة بنكية كين تضم فيها وكي بدي يحسبولي تمال الكرة بتمان شرع حتى كي يكمل وكي معتاد وصار جاربي لعمل لكن في كين المشكلة في بعض العائلات اللي هي ضعيفة جدا وما عنداش مدخول وخصوصا خصوصا اللي هم رب الاسرة مريض وعندو اعاقة مزمنة وما عندو اهتم مدخول هنا فيك تكون المشكلة الكبيرة الناس كي سولوا ما مصيروه المسؤولين يقول لك بان هادي فلوس ناس السكن دي المواليه الدولة كتساهم بالقدر دي اللي قدرت عليه الدولة وكتخلي المواطن يخلص غير اقل من نصف ولكن كتبقى دائما الصعوبة كبيرة دي المجموعة عائلات كي بكي لطالما كيجوا عندنا هنا الاداحة كي يطلبوا ملتمس كي اللي اختر تساعدوا باش مقسم الله تعالى ولكن كي يكون العدد كتير صعيب جدا طبعا بعض الناس كيمشوا الوزارة دي التضامن ودي الأسرة ولكن دا اللي يسمى اختصاصها اختصاصها هي الناس كيتعطي أدوية كراسم وتحركة كتساهم في دي كيوس كفي إنشاء مقاولة صغرى لفائدة دولة تجد خاصة كاتمشي الوزارة أخرى معنية كي يقول لك ربما الوزارة الأخرى هي اللي عند الصلاحية كاتمشي السلطة المحلية في الإقليم دي إنسان هزميل في ديالوك يدور من مكان المكان المكان ويبحث عن مخرج المخرج يكون بأمرين اتنين إما أن الدولة باعتبارها راعية دي المواطنين أنها كتحاول تنظر إلى هؤلاء الفئة اللي عند وضع اقتصادي هشة جدا كتعطيها الإعفاء كما هو كان معمول بأيام زمان مجموعة عائلات فقيرة معدمة إثبات العوز أخدام شو ما يقدرش يخدم من الأول كان نضبط مع الأمور ما عندوش ممتلاكات في المحافظة العقارية ما عندوش إرت ما عندوش وظيفة ما عندو تحجة وكبير في السن وغير قابل إلى عمل مريض سقيم أشكت نظر منه هذا حتى مفروض نديروا لي واحد القرار ديال الإعفاء والدولة كتحمل المسؤولية في إعفاء هذه الفئة الضعيفة من المواطنين القرار الثاني هو في التضامن ديال الناس فيما بينهم أهل الإحسان وأهل الخير وأهل الفضل كيتعاون فيما بينهم وكيحاولوا ما أمكان أن كل واحد يطوط سبيق الأولي حتى لا يتعرض للتشرد للتشرد نحن هذا الكلام كنقوله بحرقة لأنك جوعد نبزف دي المقر الإدعاء وكيبكيو بدل الدموع دم وكيقول لك نحن رأى ما ضقنا الأبواج هنا عندكم أش ممكن تقوموا بملاع هاد اللحظة كنتكلم معكم مرح نحن مقر الإدعاء واحد المجموعة كبيرة ووقفة نفس المشكل وكتحول ما أمكن أنك تلقاشي حل ترق هذا الباب ترق هذا الباب ترق هذا الباب لكنه شي كتير فكيكن ربما هاد اللحظة نحاول نبلغ المشكل الهموم دي لها دي الناس لعل الله تعالى يسخر لهم أهل الفضل وأهل الخير لأن خديجة نحن نحتفظه بالرقم دي لك بنتي وإن شاء الله تعالى لا بلنا شي باب دي الخير غن تصوه معك في أقرب وقت ممكن الله يفرج عليك ويفرج على الأخ دي لك وهذا قبر الحياة ضروري ومؤكد نسأل لما شو قبر الحياة كعيش تشرد وإحنا الحمد لله مسلمين وإحنا مغربة مواطنين معروفين بالكرام والجود والتضامن فيما بيننا ما أبغينا يوقع الأبناء دينا ما وقع للسيدة ربي على قناة في الأول ولدها مش هاجر خرج من المغرب واقصد الضفة الغربية أراد أن يبحث عن الفردوس المفقود ولكنه غارق في البحر في رحلة كلها محفوفة بالمخاطرة والقارب اللي مشى فيه راغرق والشباب اللي كانوا فيه 80 واحد معظمهم غرقوا وفيه أنجات وهو ما معروفش لحد الساعة ما أبغينا هذا السيناريو يقع يتكرر في بلادنا بلادنا زينة وما لها زينين والخير فيها موجود والإيمان فيها قوي والرحمة دي الله تعالى منتشر والسلطنة محبوبة عند الجميع وربي سبحانه وتعالى غد يكرمنا وإياكم بفضله وجوده وكرمه اللهم يا رب يا كريم يا من قلت وقولك الحق بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تفتح خزائنك لعبادك الضعفاء والمساكين والمحتاجين يا من قلت وقولك الحق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اللهم افتح لنا أبواب خزائنك يا رب وقلت بأنك عندك مفاتيح الفرج ومفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله ومفاتيح الفرج ربي أنبأنا بها ومن بينها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب هذا مفتح عظيم من مفاتيح الفرج نستغيث به بين يديك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الله مفتح خزائنك وخيراتك وبركاتك لعبادك الضعفاء والفقراء والمحتاجين اللهم اغنيهم عن السؤال واغنيهم عن التدلل والانكسار لغيرهم يا رب اجعل ايادنا جميعا هي العليا بالعطاء ولا تجعل ايادنا هي السفر بالاستعطاء واغنينا بفضلك عن من سواك يا رب اننا نعود بك جميعا من الفضيحتين من الفقر والدين يا رب اننا نعود بك من الفضيحتين الفقر والدين واجعلنا من عبادك المستورين فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله